خلينا نروح لأخبارنا ونبتدي طبعا ببداية بكرة اليد كرة اليد من الأفرق الجماعية اللي بتستعد بقوة للأولمبياد ودايما قلوبنا ودايما توقعاتنا ودايما إذا ما بيقولوا حساباتنا بتختلف مع كرة اليد ودايما أماننا وطموحاتنا عليها منتخب كرة اليد خوان كارلوس باستير المدير الفني لمنتخب مصر الأسباني يستدعى خمس لعبين من النادي الأهلي باستعدادا لمبرايتين مع كرواتيا المبراة الأولى وسولفانيا الحقيقة احنا لعبنا كرواتيا خلاص ويعني كان الفوز لكرواتيا 36-29 وما أدراك ما كرواتيا يعني بطل عالم ومن أحد الأندية الكبيرة في العالم فالحقيقة لنتوصل معهم في الأعداد 36-29 هتصورني نتيجة جيدة من خماسي النادي الأهلي اللي مشارك مع المنتخب عبد الرحمن حميد وأحمد هشام سيسة وعبد الرحمن فيصل وإبراهيم المصري وأحمد عادل دول الخماسي أنا كان عندي برضو كومنت انه ممكن يكون فيه اتنين لعبة كمان من نادي الأهلي أو على الأقل لعب كمان سوداء سادس مع المنتخب لأن احنا النهاردة بطل كأس وبطل دوري وسوري بطل الدوري وبطل كأس السنة اللي فاتت وبطل الدوري السنة اللي فاتت فإذا فرقيتنا هي اللي بتتصدر المشهد فكان مفروض يكون فيه لعبة أكتر ولكن اليد عندهم مشكلة ومشي مشكلة عندهم ميزة عندهم لعبة محترفين كثيرين خارج البلاد فدول بيبقوا القوام الأساسي للمنتخب منتخبنا هيلعب مين تاني قولنا سلفينيا والما يتلعب هنقول لحضراتكم نتيكتو إمتى إن شاء الله ممكن الحلقة القادمة نقول لحضراتكم عندنا منتخبنا بيلعب مع مجموعة ايه في الأولمبيات مجموعة حقيقة قوية جدا مجموعة قوية جدا وقع فيها منتخب مصر يقع مع فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين أنا بتكلم على الأرجنتين هتكسبها إن شاء الله ولكن إنت عندك المجر وعندك النرويج وعندك الدنمارك وفرنسا أربع فرق قوية جدا ترى هذا محتاج تكسب أكبر عدد من الفرق دي في الأولمبيات عشان يسهل لك المشوار إنت بتتكلم في واحد اتنين تلات اربعة خمس فرق في مجموعتك نتمنى إن شاء الله ست فرق بمنتخب مصر وأتصور إن في ستة تانين هاي مجموعتين بس دايما الأولمبيات بيكون 12 فرق في الألعاب الجماعية وما بقاش الجدول بتاعة بير نفس الوضع في كرة السلة وهتكلم على كرة السلة الحيال اللي أخفقت أو لم توفق في التأهل للأولمبيات وده كان المتوقع بشكل كبير بعد إخفقنا في كأس العالم نحن ناخد مركز متقدم بالنسبة للفرق الأفريقية في المشاركة في كأس العالم بس هناخد خبر خبر طيب منتخبنا صعد الأولمبيات إزاي بعد ما أخذ بطولة أفريقيا لو تفتكروا اللي كانت في استاد القاهرة بعد ما فاز على الجزائر في المبرانة النهائية و29-21 فاكرين البطولة دي كان منتخبنا جاي جدا ولعبة نادي الأهلي كان جيدة جدا والحقيقة احنا زائنا بعض المبرانات على شاشة قناة نادي الأهلي وكان برضو تحت نفس القيادة الفنية مستر خوان كارلوس باستير الحقيقة الواحد من أفضل المدربين الفنيين على مستوى العالم وطبعا زي ما حضركم عارفين خلينا برضو نتكلم عن كرة اليد في النادي الأهلي وهو رحيل طبعا مستر ديفيد ديفز بعد ما رحل على النادي الأهلي حتى الآن النادي أهلي لم يعلن عن الجهاز الفني الجديد ولكن يعني احنا دايما عندنا أخبار وعارفين طبعا كواليس كبيرة جدا احنا جوان نادي الأهلي وعارفين ولكن احنا كبرنامج الأبطال لا نعلن أبدا عن أي صفقة أو أي تعاقد حتى لا نفسدها هنا في قناة النادي الأهلي إلا بعد الإعلان الرسمي من النادي الأهلي ولكن ثقوا تماما النادي الأهلي بيدور على الأفضل النادي الأهلي بيدور على الأحسن السيفهات لفرق الجماعية والتجربة بتقول والمجلس الحقيقة الموجود بقادة كابت المحمود الخطيب لا يتوانى أبدا لحظة أنه يجيب أفضل كفاءات سواء أجهزة فنية أو لعبين أو معسكرات دعم فني غير محدود الألعاب الجماعية بتشهد عصر زهبي لها في ظل الدعم الكبير من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب